بمناسبة الأخلاق العالية وبين كل لعبة نادي الأهل يروح كبيرة جداً هي اللي بتخلينا دايماً نحقق الانتصارات قبل ما أكمل كلامي عن المباراة مبارح وأنا بتكلم مع حضراتكم فيما يخص علي لطفي بمناسبة الأخلاق أنا قلت لحضراتكم حاجة نهاردة علي كتابها على صفحته على أكاونت بتاعه كلمت مع حضراتكم مبارح قلت لكم إيه قلت لكم يا جماعة علي لطفي ده مش بيمثل نفسه هو بيمثل بلده نديه فلما اضربك ده علي لطفي أقسم بالله بسم الله من شاء الله بسم الله من شاء الله بسم الله من شاء الله ربنا يبارك له ويزيده لو مسك أي حد حيعمله كده يعني بسم الله من شاء الله اللي يعرف علي بسم الله من شاء الله بسم الله من شاء الله عشان بيحصلوش حاجة يعني فعلي يقدر يعمل اي حاجة ولكن احترامه لبلده ولناديه ولنفسه وان عندك رئيس نادي ما بيقولكش يشتم يا ابنه وادرب ويعمل والكلام اللي حضراتكو عارفينه ده لا عندك رئيس نادي بيعمل حاجة واحدة بس بيقولك احترم اسم بلدك واحترم اسم ناديك واحترم السبعين تمانين تسعين مليون اهلاوي اللي بيشجعوك وريني علي لطفي قال ايه يا سمير فعلي لطفي شخصية محترمة جدا بالمناسبة كمان يعني اللي ما يعرفش علي كشخص علي لطفي شخصية مش شايفها دي هقراها ازاي دي طيب فالنهاردة علي قال ايه على الاكاونت بتاعه سلام عليكم انا ما كنتش حابب اتكلم عن الموضوع ده خالص بس حالة الحب اللي شفتها من جمهور مصر المحترم وجمهور النادي الاهلي بالذات اللي حيفضل فوق راسي وصاحب الفضل علي وعلى كل واحد بيتشرف بانتماؤه للنادي الاهلي بخصوص اللقطة اللي انتشرت على مواقع التواصل اجتماعي حابب بس اقول اني مش ضعيف انا هنا اقول لك علي انا عارف كويس جدا جدا ان علي مش ضعيف واقدر اخد حقي من اي حد انا قلت الكلام ده علي قبل ما انت تقوله قلته اول انبالح وانا طول عمري متربي ان احترم اني احترم المحترم واشيله فوق دماغي والغير محترم اعرف اتعامل معاه كويس اوي واخد حقي بالزوء او بالعافية بس انا في اللقطة دي ما كنتش بمثل نفسي انا في اللقطة دي ما كنتش بمثل نفسي النهاردة يوم التسقيف العالمي لان علي هو بالفعل كان لا يمثل نفسه ولكن كان يمثل بلد وكان يمثل نادي كبير جدا بحجم النادي الاهلي شكرك يا علي على هذا الكلام اللي احنا قلناه اول انبالح لانه ده مش كلام دبلوماسي لما اطلع اقول له حضرتك هذا الكلام انا مش بقولك كده عشان اضحك عليك ولا اقولك كلمتين دبلوماسيين ولا عاجة ولا علي بيقولك لا لا بيقولك الحقيقة انما لو انا رايح اسلام الشاطر رايح كده وفي رحلة وحد عمل معاه كده لا يعني مش اسلام يعني اي اسم هعرف اخد حقي كويس جدا وانا قلت لحضراتكم اول انبالح ويمكن ناس كتيرة جدا بعتتلي على الاكاونت بتاعي وقالتلي يا عم بقى وبطلوا تطبيل قبل ما بيانات النادي الاهلي تنزل او خطابات النادي الاهلي اللي تم ارسالها انبالح تنزل وقاعدوا يقولوني كده قلتولو ما جماعة معلش طب اصبروا ما نصبر 24 ساعة ونشوف اللي حيحصل ايه ساعات بيبقى عندنا معلومات لكن مش قادرين نقولها لحضراتكم لانه قلت لكم من بارها احنا مؤسسة نادي الاهلي ده مؤسسة والكل بيتحرك بعدها فعلي لطفي الكلام اللي كتب وهو كتب كلام كتير جدا ولكن اهم ما كتبه علي لطفي انه هو يعرف ياخد حقه كويس انا متأكد وكلنا متأكدين ان انت تعرف تاخد حقك كويس يا علي ولكن علي قال لك انا لا امثل نفسي ولكن انا امثل بلدي ونادية ومجلس ادارة نادي محترم وجماهير محترمة احنا متأكدين علي وعارفين ان انت تستحق كل الاحترام وكل المحبة لان انت بالفعل انسان محترم صورش لان guys شكرا شكرا شكرا